نظام ماك فنتورا الجديد يقدم لك تكامل أكبر وأفضل مع آيفون وستيج مانيجر ليخليك تركز أكثر في شغلك فيه مميزات أكثر رهيبة رح نتكلم عنها بهذا الفيديو ومرحباً عندها ما ذكرك تشترك معنا وتفعل الجرس لسبب أن أول شيء ما يفوتك أي شيء جديد بعالم التقنية والشيء الثاني بأنه أنت رح تساعدنا بأن ننتج مثل هذه الفيديوهات الرهيبة والمفيدة الدائمة أول ميزة في نظام ماك فنتورا هي ستيج مانيجر وهذه الميزة بحسب أبل في الهدف الرئيسي منها هو التركيز على تطبيق واحد على أساس ما يشغلك شيء وانت قاعد تشتغل وما تتشتت وأنا شخصياً واحد من الناس اللي يعاني أثناء الشغل كل شوية يطلع لك شغلة جديدة وتشتتني وتحوس الدنيا بالتالي تقدر تودي كل شيء على اليسار وتركز على برنامج واحد وإذا بغيت أي شيء فتقدر تغير بينه وبين برنامج ثاني بسهولة بس الأصل يركز لك على برنامج واحد هذا مو بمعناته أنك ما تقدر تفتح شيء ثاني لا تقدر تفتح تطبيقين جن بعض لو كان نوع شغلك يعتمد على أثنين جن بعض وما زلنا بنفس الهدف اللي أنت تركز على شغلك والشغلة اللي أبهرتني ولاحظت أنه عملية الانتقال بين التطبيقات سريعة جداً واحدة من أروع وأفضل الميزات في هذا الجهاز هو أنه أضافه ارتباط جديد ما بين الماك وآيفون صار في هذه القاعدة وهي متوفرة من بلكن القاعدة نفسها ناعمة جودتها جميلة ولطيفة جداً والنعومة هذه مهمة على الأساس ما تجرح جهازك من وراء وهي تعتمد على ماك سيف فبالتالي تمسك في آيفون عن طريق المغناطيس تثبتها أعلى للشاشة ويصير الكاميرات الخلفية في آيفون هي اللي تعتمد عليها في مكالمات الفيديو إيش فائدة هذا الشي؟ فائدة أنه جودة كاميرات آيفون تقدم لك جودة أعلى بكثير من اللابتوب والشي الثاني في عندك ميزات إضافية بتجيك فمثلاً راح يجيك خيارات مثل عزل الخلفية راح يحاكي لك إضاءة الاستوديو والأهم من أنك تجدها تفعل خاصية سنترستيج بالتالي راح يستخدم العدسة الواسعة على أساس دايماً يخليك بالمنتصف حتى لو أنت تحركت ميزة الإسار يخليك بالمنتصف وهذه الميزة إذا أنت جربتها في مكالمات الفيديو صدقني ما راح تبطلها بعد كذا لا وفي شيء مهم جداً لازم نحطه في البال بأن الجهازين مرتبطة ببعض بدون أي أسلاك بس حط جوالك وخلاص ومع ذلك الجودة رهيبة معدل التأخير منخفض وبسيط جداً ولحظة فكر بشغلة ثانية بنك أنت بدلاً تحط الجوال فوق تقدر تتبت بأي زاوية ويصير مكان التصوير مختلف والبث يصير على لابتوبك بطريقة لطيفة جداً واحدة من أروع الميزات في آيوز 16 وجابوها هنا هي أنك أنت تقدر تحدد أي شخص أو منتج ضمن صورة وراح يسحب لك بدون الخلفية وترسل لأي أحد مفرغ من الخلفية خرافية وفي ميزات إضافية في الماك ما تكلمت عنها أبل في المؤتمر يعني مثلاً الإعدادات تغيرت وصار شكلها يتماشى مع آيوز وآيفون وبالتالي إذا تستخدم آيوز راح تكون مألوفة جداً لك صار في تطبيق للساعة وهو نسخة من الموجود في آيفون وتقدر الآن تحط عد تنازلي مثلاً وهذا الشيء ما كان موجود أول أساساً وفيه شغلات إضافية بس الآن لا تنسى تشترك معنا عسى تكون متابع لكل شيء جديد بالتقنية أول بأول وما يفوتك شيء أنا أدهم الغامدي أشوك فيديو قادم مع السلامة